اهلا بكم من جديد رغم أمل أو بصيص أمل يتمسك به السعوديون بأهدابه إلا أن الأخطر البارحة خذلهم هذا يعيدنا إلى سؤال عريض ما هي الأسباب؟ عبدالله الدروش سنوات من المسكنات والمهدئات وتغييب النظام الواضح في الكرة السعودية ولدت تراكمات من المشاكل والأتربة والغبار الذي لا يجلى بين يوم وليلة يحتاج إلى عمل دؤوب وصبر كبير وفرز عالي المستوى يطرد الرديئة ويقرب الجيد غياب للكفاءات الرياضية المبتكرة منذ عهد الراحل الأمير فيصل بن فهد إلى درجة أن من بقي على قيد الحياة من فريقه آنذاك ما زال يتمسك بمناصبه ويعبل بينما لم تقدم الكرة السعودية وجوها إدارية جديدة إذا استثنينا رئيس الاتحاد الجديد الذي يقضي عامه الأول ورئيس هيئة دور المحترفين ونائبه فوضى إعلامية تفتقد للرقيب الذاتي والوعي المتحضر صنعت من فارغين وعاطلين نجوما في التحليل والتقييم والنقد فكيف يصفون الطريق وفقدوا الشيء لا يعطيه أسماء مجهولة تقفز إلى صدارة العمل الإداري في الأندية مستندة إلى قوة اجتماعية أو مالية وفاقدة لكل أبجديات الإدارة الرياضية والنتيجة أندية تعاني وجماهير محتقنة لعبون صدقوا العقود المقدمة لهم وصدقوا أنهم نجوم معلقة في السماء فباتوا يزايدون على أرقام فلكية في تجديد عقودهم مستغلين ضعف المديرين الرياضيين في الأندية واتباعهم لقانون لعبنا لا يأخذون أو والله ما يأخذون وراسي شم الهوى في عصبية تفتقد للعقنانية والمهنية والدراية الإدارية ما أوجد سباقا محموما نحو هدف ضعيف صوره الخيال الضيق هدفا عالميا في كرة القدم ودعما بالأدلة والبراهين هذه قائمة لعبية المنتخب السعودي الذين شاركوا في مباراة عمان وعقودهم اشتركوا في القناة أعز ما يلاحظ على القائمة أن أسعار المدافعين في الكرة السعودية أعلى من أسعار المهاجمين وهذا يحدث في الكرة الخضراء وحدها بل إن حارس المرمى في مباراة أمس يحمل الرقم القياسي في العقود الموقعة هذا العام وثلاثة من لاعبين ديه يأتون اتباعا ومع هذا لا يحجزون مقاعد ثابتة في المنتخب الوطني كل هذه الملاحظات تسوقنا إلى تساؤلات من يقود الكرة السعودية؟ الفكر أم التحديات الثنائية التي تبقى أسيرة الإطار المحلي ولا تسمن ولا تغني من جوع حين يلتقي الجمعان خارج أطره؟ من يقود الكرة السعودية إلى هذه المبالغات في الأرقام والأوصاف والقرارات؟ الإعلام أم إداريون يحركهم الإعلام والشارع الرياضي يشكلهم ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيه عبدالله الدرويش العربية وإلى الرياضة تجهوا وأحملوا كل هذه التساؤلات من هناك التحقوا بنا الزميل خلف ملفير رئيس تحرير جول أونلاين إلكترونية أيضا التحقوا بنا الزميل الصحفي والكاتب مثل يا المعمر أرحبوا بهما وأبدأوا بخلف أهلا بك خلف أريد أن أسأل أولا أنت أين تطرح الملامة في أي خانة؟ اللاعبين جانب الإداري جانب النظام نظام الرياضي المؤسسي غير الموجود مثلا في الكرة السعودية أو أنك تذهب إلى من يصف الإعلام بأنه بالغ وضخم هؤلاء اللاعبين حتى انفجروا في وجوه الجماهير؟ مساء الخير لك والأخير أخير المشاهدين أنا أذهب مباشرة إلى الإدارة الإدارة هي التي يتفرع منها العمل المنظومة ككل نعم وبالتالي إذا كان العمل الإداري غير منظم وفيه العشوائية وفيه المجاملة وفيه المحابات وفيه عدم فرض النظام وفيه أحيانا عدم وجود حتى النظام بالأحيات الحقيقية بالتالي نعم لابد أن تكثر الشوائب والسلبيات فبالتالي أنا أتجه في المقام الأول للإدارة نعم جميل خلينا نسمع مسلي الأندية الإدارة الإدارة الرياضية نقصد بها طبعا الاتحاد السعودي وأيضا مظلة العامة لعادة شباب أو تتحدث عن لاعبين تضخمت عقودهم أو إعلام يضخم في الحدث أكثر من اللازم ويحاول أن يصنع إثارة ملا شيء في الكرة السعودية أنا أعتقد المسؤولية مشتركة بين الأندية وبين الرئاسة العامة لعادة شباب الأندية طبعا هناك عبث إداري في كثير من الأندية أيضا الرئاسة العامة لعادة شباب لا تقوم بواجبها تجاه الرقابة على هذه الأندية لا يوجد تقييم للعمل والتقويم الرئاسة العامة لعادة شباب بمجرد أن توافق على تشكيل مجلس إدارات الأندية تترك لها حريات العمل دون متابعة أو رقابة تقصد مسلي فسلي العبث أنت قلت هناك عبث في الأندية ماذا تقصد بالضبط؟ تخبطات إدارية على كافة المستويات أيضا في الرئاسة العامة لعادة شباب هناك أيضا وليس الاتحاد السعودي يجب أن نفرق هنا بين الاتحاد السعودي والرئاسة العامة لعادة شباب بالضبط الرئاسة العامة لعادة شباب مثلا على سبيل المثال في نادي الاتحاد طوال الخمس سنوات الماضية لم يكن هناك استقرار إداري بحكم التكريف كل سنة يكلف رئيس وهذا أربك العمل في نادي الاتحاد وربما يعني هز ركم من أركان الرياضة السعودية التي هو نادي الاتحاد على سبيل المثال نادي نجران الآن لا يزال بلا إدارة عندما تقدم الرئيس باستقالته لم تقبل وهناك أشخاص مكلفين وقس على ذلك من الأمور التي تحدث في الأندية الأخرى فالمسؤولية مشتركة بين الأندية وبين الرئاسة العامة لاتشباب نعم خلينا نروح الخلف خلف أريد أن أسألك عن زاوية الإعلام الرياضي في الكرة السعودية يعني الإعلام يقدم وجوها تأتي من الصفوف الخلفية بتاريخ رياضي ضعيف تتقدم الصفوف وتصبح نجومة منفعالة على مستوى الإعلام الرياضي وهي أغلب ما يقدم هو طرح فارغ ومع ذلك يجدون القبول ويجدون الترحيب ويجدون الدعوات في الصحافة والتلفزيون مثل هذه الأشياء من هي مسؤوليات من؟ أولا أخب التال فيه نماذج مشرقة فيه نماذج جدا مميزة في الإعلام الرياضي بشكل عام نعم ولكن وجود أناس غير مؤهلين أو غير قادرين على أن يقدموا ما يليق بالرياضة السعودية هذا جزء من الحياة العامة في السعودية تجد كثر في دوائر حكومية يديرون أنظمة وهم لهم أي صلاة فيها يعني بمعنى مثلا مزارع يدير منشأة أخرى مثلا المهندس يعمل فيه قطاع غير رياضي وهلهم مجرة في كثير من المجالات في السعودية هذا موجود في الكل وليس في الرياضة فقط لكن اللي يرحب فيهم لأنه مثل ما ذكر الله خمسلي وممكن أن ظهرت أنه فيه فوضى وفيه عدم تنظيم بشكلها الحقيقي والاحترافي ونحن الآن عشرون سنة في نعيش نظام الاحتراف ولكننا بلا احتراف نعم مدام أنك لا تعتمد على المتخصصين وتحاول قدر الإمكان أن توسع هذه الدائرة فبالتالي أنك ستتراجع الخلف وهذا ما يحدث الآن في الرياضة السعودية نعم ولكن الآن طبعا فيه عمل ومحاولات ولكنها أيضا ما زالت نقصها نعم زميدم سلي أريد أن أسألك نفس السؤال في نفس المحور عن الإعلام الرياضي ولكن أريد أن نضيف فقط حتى من يظهرون من اللاعبين السابق أنهم لا يملكون تاريخ رياضي واضح بمعنى أنهم يحاولون أن يعوضوا فشلهم كلاعبين في الإعلام مثلا لا تجد نجوم من الصف الأول يظهرون في الإعلام بشكل واضح إلا قلة لكن أيضا على مستوى الصحافة رؤساء التحرير مدراء التحرير الكتاب الميزون لا يظهرون في الصحافة بكثرة بينما من يظهرون أغلبهم الآن يعني من إعلاميين سابقين خلينا نقول المشكلة هنا العرض أصبح أكثر من الطلب يعني العروض التي تقدم للصحفيين للظهور أصبحت أكثر من الصحفيين عنفسهم القنوات الفضائية أصبحت كذرة الصحف المواقع الإلكترونية وهلما جرا ربما أنت أنصر مهم في الإعلام الرياضي ومجرب الأمور هذه أحيانا القنوات تضطر إلى استضافة أو وسائل الإعلام تضطر إلى استكتاب أو استضافة يعني من يقدم طرح سطحي فالمشكلة يعني لكن هذا جزء بسيط من مشكلة يجب أن لا نحمل الإعلام أكثر من ما يحتمل لأن العمل الإداري الذي هو الأساس هناك فيه مشكلة على سبيل المثال لو استعرضنا أسماء لعبي المنتخب السعودي الأول الآن كم لاعب تخرج من أكاديمية كم لاعب تخرج من مرحلة البراعم إذا كان ياسر القحطاني النجم الأشهر في المنتخب السعودي سجل نادي القادسية من الحواري ربما لم يمر على الفئات السنية إطلاقا فالمشاكل مرتبطة ببعضها الأكاديمية غير موجودة لا يوجد عمل مؤسسي أو لا يوجد عمل منظم في الرياضة السعودية منذ سنوات طويلة فهنا المشكلة الأساسية والرئيسية الإعلام قد تكون مشكلة جزئية لكنها ليست الكل ليست المشكلة الأساسية أبدا نعم أبرجأ معك لحديثك في البداية قلت بأن هناك عبث إداري على مستوى الأندية ما الذي يمنع رعاية الشباب السعودية من إصدار لوائح واضحة لرئاسة الأندية للعمل في إدارة الأندية دائما في السنوات الخمس الأخيرة يظهر شخصية فجأة باسم كبير بقوة مالية واجتماعية ويرأس نادي مباشرة لم يكن الوسط الرياضي يعرف لا يوجد لائحة أو معايير يمكن أن يسير عليها شخص لديه الطموح مثلا أن يكون رئيس نادي لماذا تختفي مثل هذه المعايير اللائحة التنظيمية للأندية السعودية الصادر من الرئاسة العاملة الشباب لم تتغير منذ سنوات طويلة هذه اللائحة وضعتها لأيام الهواية أيام الله يرحمه من الدكتور عبد الفتح ناظر والأمير عبدالله بن السعد والأمير عبدالرحمن بن سعود ومع هذا كانت المخرجات في ذلك الوقت أفضل مخرجات الأندية أفضل مما نشاهدها الآن على سبيل المثال من ضمن الاشتراطات للرئيس المرشح لأي نادي يجب أن يكون حاصل على شهادة التنوية أنا أعتقد في العصر الحالي في العصر اللي نعيش فيه الآن من الصعب أن نادي كبير أو نادي مهم تشترط أن الرئيس يكون عنده ثنوية أعتقد أن المعايير يجب أن تتغير اللوائح يجب أن تتغير يجب أن لا تعطى رئاسة الأندية إلا إلى الكفاءات ذات الفكر العالي قبل أي شيء نعم جميل بالذات أن الأندية الآن لديها مداخل أو أصبح أصبح لديها يعني مصادر دخل نعم جميل خلف كيف نعرف من هم أصحاب الفكر العالي يجينا واحد يصرح كويس ونقول هذا كويس بعد حدثين ثلاثة تقول لا والله ما ينفع شون نعرف الفكر العالي في الرياضة بالتالي الممارسة والفكر لا بد أن تكون متوافقة مع بعض إذا كان غير ممارس للرياضة فلن يفيد حتى لو كان فكرة عالية حتى لو كان عنده شهادات علية هذه من الأشياء لكن بس أضيف شيء لكلام الأخمسة لي إذا سمحت لي نعم الرياضة منذ فترة طويلة وهي تعيش في صراع ما بين العمل الاحترافي الذي يطبق في الدول الأوروبية والاتحاد الدولي وبين صراع الأنظمة السعودية التي تطبق على الدول الحكومية بمعنى أن الموظف في الرئاسة العاملة للشباب يجب أن يبقى في منصبه حتى يتقاعد رسميا لا يمكن أن تزحسها هذه من الأنظمة هو الرياضة تعيش في صراع حقيقي بين النظامين حل وبالتالي وهذه أيضا مشكلة كبيرة لأنه للأسف للأسف أنا استغرب أنه الرئيس العام رئيس الشباب منذ وقت لم يستطيعون فهد وحتى الآن لم يستطيعون أن يحل المثال المشكلة مع الدولة يعني هذا قرار يجب أن يكون على مستوى كبير لكي تتخلص من أعباء من يعني انتهوا في عمرهم العملي والفكري وما إلى ذلك وتحل مثل هذه الأمور لكن يعني المؤسسة الرياضية لم تنجح في أنها توجد صف ثاني إداري ناجح في السعودية من عهد فيصل طب فهد إلى الآن شوف هي مشكلة أزلية أنه لا يوجد بدلة لمن بقوا في هذه المناصب القيادية والمهمة جدا إلى الآن ما في صف ثاني موجود وحتى أذكر أن فيه تقارير كتبت كثيرا من المتخصصين أنه بعض يعني الغالبية مثل ما ذكر الله خمسة لي شهادة شهادة ثانوية كيف تقود فكر الرياضي كامل لـ 154 نادي ولأنشطة الرياضية وشبابية بأناس توقفوا عند حد معين ولا يوجد صف بديل ولا تستطيع الرئاسة أن توجد بدلة لأنها مرتبطة أيضا بميزانيات معينة طب خلق هذه من المشاكل الكبيرة جدا في الرئاسة المشاكل جميل لكن من السهل أن نقول المشاكل لكن ما قلتنا الحلول أنت الحلول لا بد أن يكون هناك نحن ذكرناها في وقت سابق أنه لا بد تبادر الرئاسة لعملة شباب بحل جذري مع الدولة عن طريق الجهات المعنية بإحلال الموظفين إحلال وظائف معنى أن صح تغيير الميزانيات التحدث مباشرة مع الملك هذه المتاحة لرئيس العمر الشباب يجب أن تتغير الرئاسة العمر الشباب إلى وزارة يجب أن تغير اللجنة المنبية وتكون مستقلة يجب أن تغير الاتحادات يجب أن تحل أن تحل بدل من هؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يقوموا الفكر الرياضي بناس رياضيين مثلا أعطيك عالسي مثال بس شيء بسيط الآن السابق مدعيت أليس رياضيا قديما معروف أنه لاعب كبير ومارس الرياضة ومقريم الرياضة الآن هو أصبح رئيسا اللجنة التي ستغرب اللجنة لجنة انضباط لايحة الانضباط لجنة انضباط لايحة الانضباط يملك الفكر والعمل والموهبة والرياضة والإخلاص والحب للرياضة لماذا طول الفترة الماضية وهو بعيد عن المناصب القيادية فقط هو نائب رئيس لجنة احترافه وقس عليه على فكرة ليس فقط فيه هناك ناس كثر رياضيين أنا أعرف ناس كثر رياضيين كانوا في نادي الرياض تحديدا وأذكر نادي الرياض لأنه نادي بعيد عن الإعلام وبعيد عن الجماهيرية وما إلى ذلك فيه لاعبين كثر كانوا سابقين والآن هم أكاديميين ومتعلمين ومتعلمين لا يوجد لهم إطلاقا وجود وقس عليها طبعا طيب أبقى معنا خلاف أريد أن أسمع بس من مسلم بالنسبة لك مسلم لما رأس كرة القدم أنت خلينا نقول في الحارة في الجامعة مع أصدقائك كترفية لكن أنت كمتابع رياضي الآن بالنسبة لك كرة القدم صناعة أو حضارة أو ترفيه أو وقت مهدر أتكلم عن كرة القدم الآن في السعودية الخيارات الثلاثة الأولى كلها يعني نسيتم من الخيارات كرة القدم صناعة وأيضا حضارة وأيضا إباعة وقت لا ليست إضاعة وقت بالنسبة لك لكن في النظام القائم الآن في الرياضة في البلاد ما هو الموجود الآن ممكن نقول مسرحيات اللي قاعد يصير الآن ما قاعد نسدي هذه منك أو من خياراتي لا مسرحيات مشكرات قضية ليست صناعة ولا استثمار ولا تنظيم ولا من استخدامها كحضارة ونروج لثقافتنا ولبلدنا عالميا كما حدث سابقا أيام مشاركة في كأس العالم أو الفوز بكأس آسيا أنا أعتقد أن يجب أن يعني يتولى الأمر من يعتقد أو من يؤمن أن كرة القدم صناعة أنها من الممكن أن تقدم الكثير لهذا البلد أن توصل رسائل يعني بأقصر الطرق و بأقل التكاليف عالميا جميل جميل أيضا إذا لم نجد هذه الكفاءات في الرئاسة العاملة على الشباب من الممكن استعانى بخبراء أجانب لدعم العمل نعم جميل دعني أذهب إلى الخلف أيضا في هذا الإطار ولكن أدخل في التفاصيل الخلف الصغيرة أو التفاصيل الصف الثانية في الرياضة السعودية في كرة القدم تحديدا أتحدث كان لك تجربة و أنت صحفيا تغطي درجات الشباب والناشئين هل وجدت إداريين في درجات الشباب والناشئين على مستوى كفء لتقديم أجيال للكرة السعودية أتكلم عن مستوى تربوي و أخلاقي و رياضي و إداري هل هؤلاء الإداريون قادرون على تقديم هذه الأجيال المنتظرة والله يشوف بالتالي من الصعب جدا أن تعمم بعض الأندية يوجد فيها ناس على مستوى كبير وبعض الأندية لا يوجد ولكن أيضا أنا أقولك في السابق تقريبا قبل 20 سنة عندما بداياتي الصحفية بالتأكيد أتواجد كثيرا كان في السابق يوجد مدربون على مستوى كبير جدا المدربون تسمع اسمه له سيطه و له قيمته وبالتالي هو يشكل جزء كبير في تهيئة اللاعب و تطوير اللاعب على المستوى الإداري كان هناك شكوى من المجتمع ولكن في حقيقة الأمر نعم أنا كنت أجد إداريين على مستوى كبير من الاحترافية و المهنة الآن الموجودين للأسف أقل بكثير حتى على مستوى فهم كرة قدم ولا ندري صراحة ماذا يحدث في الفئة السنية تحديدا الآن فقط السنة هذه و نهاية السنة الماضية بدأ في بدأت المنظومة الرياضية و ليس الأندية تعمل على خلنقول إصلاح الخلل جميل لكن ما زالت الأندية إذا رجع الأندية المدربين في الأندية على المراحل السنية للأسف الشديد أقل بكثير من أن يقدموا مواهب على مستوى البيت طيب مسللي تراجع على مستوى الإدارة إذن الآن تتفق أنت و خلاف على مستوى المواهب الآن تراجع على مستوى حتى التنظيم الإداري و المؤسساتي في الأندية و في رعاية شاب أو في الاتحاد السعودي لكن هناك يقابل التقدم ممتاز و ملحوظ على مستوى المال الداخل إلى الأندية يعني ما كان يدير بها الراحل عبد الرحمن بسعود النصر يعني الآن يديرون النصر بثلاثة أضعافة وبأربعة أضعافة تقدم في المال لكن تراجع في الفكر الإداري أو في القيمة الإدارية لماذا؟ الأمور تغيرت أولا في الفترات السابقة أيام الهواية كان العمل أسهل كانت الميزانيات أقل لكن الآن الفكر أقل المال يعني متوفر بشكل كبير على الأقل في أربعة أو خمسة أندية لكن للأسف المال أصبح في أيدي إداريين غير محترفين أو ليس لديهم الخبرة ليس لديهم الفكر كافي أيضا رئاسة العمل على الشباب لم تقم بعملة التقييم والتقويم لهذا العمل الرقابة غير موجودة أعتقد أن الرقابة يجب أن تكون فنية ومالية فنية على المخرجات والمقصود هنا بالمخرجات اللاعبين ومالية على طريقة الصرف وفيام العقود جميل شكرا مسلي على المعمر الزميل الكاتب الصحفي الرياضي على حضورك وعراك وريد ناسك أسألك فقط مسلي في عجالة خمسة عشر ثانية فقدت الأمل في مواجهة فبراير في 29 فبراير أمام استراليا في عجالة لا لا أنا متفائل أنا متفائل جدا وإن شاء الله نتأهل نعم خلف نفس السؤال شكرا مسلي أودعك خلف نفس السؤال فقدت الأمل أمام استراليا في عجالة بعجالة عندنا تطور بشكل عام يجب إن شاء الله أنه يكون جيد في المستقبل ولكن على مسلي الانتخب أنا متفائل جدا نعم بشرط أن يكون هناك عمل قوي خلال المية وأربعة أيام قبل المباراة شكرا جزيلا زميل خلف من الفرا يستحريرك من قول أونلاين زميل مسلي المعمر أيضا كان معنا من الرياض شكرا على هذا الحوار المهذب الجميل الذي أريد أن يكون عنوانا لحوارات رياضية زميلة شكرا أثناء الأخيرة في المرمى بعدها نتابع في سلسلة أندية الظل المزحمية ناد يسكنه الصداء البرتغالي مورينيو للعربية أنا رجل أعيش بوجهين مختلفين اشتركوا في القناة